الخبر أولي عادنا عن غايث مروان ونارين بيوتي وشون صار بيناتهم فمن برحة يا حبايب غايث نزعله سبب الإنستغرام هذا الستوري كان ديرغوس وهي نارين بيوتي ولكن يا حبايب هو حذف هذا الستوري وراء عشر دقائق بس في الناس كله صار تاخذ الموضوع انه هو فضيحة فقرر انه هو يرجع هذا الستوري ولكن باختلاف واحد له وحط التاج كاتب شوفه من هون تقرر ما هو رجع الستوري بعد ساعة من حذفه فان해야كب تفسيرين بس يا حبايب لبع هاتف الموضوع وبالنسبة لالتفسير الاول يقول ان غايث مروان هو نزل الستوري بالغاة ولكن بينما أنصر تاخد الموضوع فضيحة قررانه هو يرجع هذا الستوري يا حبايب أو بال sandwich يأخذ الممسك وبالنسبة للتفسير الثاني يا حبايب يأنه حبايبو أنه غايث مروان بما أن هو يحب نارين بيوت فهو يغار عليها يعني بما أن هو يبه respectable رجع الستوريوي لكنه هو نوعا ما يغطي ملابس نارين بيوتيني نوعا ما تشعر تويشي ملابسها قصيرة عم يخلل الناس يتهجم عليها مثل ما شفتوا بالستوري السابق يا أحباب اللي قول ما يحذفه نوعا ما تشعر ملابسها هي قصيرة فأكلمون أحباب لكم التالي شون تفسيركم هذا الموضوع هل هو نزل الستوري بالغلط أو هو يحبه في غير عليها في قرر انه ينزلها بس بالتاقة عمود يحجم ملابسها وطبعا حمد أبو الرب رد على هذا الموضوع علاق على الموضوع فالكل صار يديزل من المتابعين علي هذا الموضوع فقرر أنه ونزل الكاتب ياخي اش انا ش دخني وبالستوري الي بعدها مرد عن الموضوع يقول انا ش دخني لنو انا مو اخوي العريس اللي هو يقصد غاية مروانه هو ناريم يتحزي زوجون وشوية كلام شوفوه انا ش دخني في كل هالقصة هاي اي 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 حاسحاني اخو العريس انا ايش دخني ليش ليش كله.. كله تاق ومنشل ومسجر.. ايه شو.. شو دخل لي ننتقل حالياً لمحمد جواني وغناء نفس الاغنية اللي كان غنيها بالسابق ويبيسان اسماعيل فجواني زه هذا السور على حسب الإنستجرام كان ديغني هو باريش أغنية اسمها عن الأوما حطوكم للاغنية يشوفوها أمي يا أمي يا روحي ودمي همك من همي باسمك راح أغني بيبيسان اسمها عن هيلوم غنيتها شوفوها يا حبايب اللقطة من فيديو السابق هو بيسان أموت لأنها الأساس لأنها شه برايان اللي بيرفع فيكن أكبر راس انتي فيني عايشة نوماتت بعينكن يا ناس مبتقت لا طيارة ولا حتى جرد غاف أمي يا أمي يا روحي ودمي همك من همي باسمك مطعم للسورة هو كان حط إيموديو حزين فكتبنا يا أحباب بالكومنتات تتوقع أنه جواني بيشتاق بيسان فقاعد يغني أغني شان يغنوها الزمان وننتقل الحالية اليارة وليش هي قاطعة عن السوشال ميديا وما قاعدة تنزل مقاطع فأنا نزلت على حسبها بالإنستغرام وهذا السوري تشك أتبع عليه والله بعتذر كثير عن الغياب اللي عم بيصير بس ما أحد عم بيقدر نزل محلي وعيشت الضغط اللي عم عيشه بس تفهموا شو قصدي بعتذر كثير فتوقع أنه قصد على الدراسة فالله يوفقها يا رب وإن شاء الله أنه ترجعنا بسرع وقت وكتبنا حباب بالكومنتات شو رأيكم بهذا الخبر؟ واختبت ما نسوصلي يا حباي وتنزلهم بشية تشتريات بها صور لهم الميلا وصور إلا صور منازلة يعني بالسوشال ميديا من قبل فهذا صور حبي أنه يشوفها وبالخدام يا حباي بنزل لكم مبارحة مقطع على قناتي يسمها مملكة المشاهير مقطع ردت فعلي على أدلة تثبت حب نور وقمر مار الكل يا حباي بيدخل على هذا المقطع ويوصلها 10,000 لايك عم وينزلكم جزء ثاني عن أدلة أقوى من الأدلة هاي وبنزل لكم أنه أدلة تثبت حب نور ويارة في الكل يا حباي بيدخل على الوصف ويحط زر لايك على ذاك المقطع وبتشان كفيت زي امقات ملكة القصص مع السلامة